اشتركوا في القناة نزيد من المشهد ولقاء يومي تجدد مع حضرتكم على شاشة أني للأخبار هذه الحلقة من المشهد نخصصه للحديث عن بدء جلسات الحوار بين حرقتي فتح وحماس برعاية مصرية خالصة وكاملة وذلك لمناقشة القضايا والموضوعات والملفات المختلفة العالقة فيما بينهما وسط تطلعات من قبل الشعب الفلسطيني للتأكيد على إتمام وتفعيل المصلحة الوطنية الفلسطينية ورفع المعاناة عن قطاع غزة وتقوية موقف المفاوض الفلسطيني في عملية السلام مع الجانب الإسرائيلي وأمام المجتمع الدولي أجمع للمزيد من التفاصيل والمتابعة والتحليل حول بدء جلسات الحوار بين فتح وحماس بالقاهرة يسعني أن يكون معي ومعكم وعلى الهواء مباشرة في استوديو المشهد الأستاذ شريف سمير مساعد رئيس تحرير الأخرام مساعد خيري فاندم سانور فاند أهلا مع حضرتك معنا وتسمح لنا في البداية نتوقف لمتابعة هذا التقرير التالي الذي يرصد الجديد فيما يتعلق بجلسات الحوار المفتوحة بين حرقتين فتح وحماس برعاية مصرية خالصة وكاملة ثم نعود إليكم من جديد لبدء النقاش والحوار استكمالا لدور مصر الرائد في المنطقة العربية انطلقت من القاهرة الجلسة الافتتاحية لعملية المصالحة الفلسطينية بين وفدي حركتي فتح وحماس لبحث القضايا الخلافية بين الجانبين واستتفاؤل ومطالبات بأهمية توحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية وتغليب المصلحة الوطنية وإنهاء الانقسام الفلسطيني حركة حماس أعلنت أنها شكلت لجانا متعددة لوضع تصورات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ملفات المصلحة وهي منسجمة مع ما تم الاتفاق عليه سابقا كل شيء سوف يطرح في لقاء ثنائي بين حماس وبينفتح بالرعاية المصرية في حوارات القاهرة عرأسها القضايا الإنسانية المتعلقة بقطاع غزة هذا أمر وطني وإنسان وإخلاقي وملح قضية الموظفين قضية المعابر كل هذه القضايا والحريات كل هذه القضايا يجب أن تطرح بشكل مسؤول وفي أجواء تصالحية وفي أجواء أيضا تزوف البشرات لابناء شعبنا الفلسطيني أي قضايا عالقة قضايا الأمن أيضا والموظفين ستطرح على مائلة التفاوض كما أكدت حركة فتح أنها لمجل العودة للانقسام وأكد رئيس وفد فتح عزامي الأحمد أن النقطة الأساسية المتفق عليها في جدوى الأعمال الجلسة هي مناقشة مسألة تمكين الحكومة في القطاع وكانت المحاولات المصرية قد أثمرت عن تحقيق تقارب بين الطرفين حيث يتضمن جدول أعمال المجلس مجمل القضايا والملفات المتعلقة بالمصالحة وإجراءات وآليات تنفيذها وفق اتفاق القاهرة 2011 وينص اتفاق القاهرة 2011 على تشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وتشكيل لجان مشتركة لاستيعاب الموظفين الذين وظفتهم حماس في المؤسسات العامة والبالغ عددهم نحو 45 ألف مدني وعسكري كما يقضي الاتفاق بدمج الأجهزة الأمنية وشرطية في غزة والضفة الغربية بما يضمن وحدتها وتبعيتها لوزارة الداخلية وتسلمت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله الوزارات والهيئات الحكومية في قطاع غزة بعدما أعلنت حركة حماس في 17 سبتمبر الجاري حل اللجنة الإدارية التي كانت تقوم مقام الحكومة في قطاع غزة ويبقى القابول الدولي بالمصالحة مسألة مهمة باعتبار أن الانقسام الفلسطيني يعد أحد العوائق التي تقف أمام التوصل إلى حل للنزاع مع إسرائيل أجدد لكم التحية من جديد مشاهدين الكرام وأيضا أجدد التحية بضيفي الكريم في استوديو المشهد الأسازة شريف سمير مساعد رئيس تحرير الأهرام أسازة شريف لك التحية من جديد أولا كيف ترى أهمية هذه الخطوة وفتح حوار وتواصل مباشر بين وفدي حرقتين فتح وحماس كما ذكرنا برعاية مصرية كاملة وخالصة في القاهرة من أجل إنهاء الانقسام وتأكيد على إتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية بسم الله الرحمن الرحيم مما لا شك فيه طبعا أن هي خطوة تبعث على التفاؤل وإحنا تنتظرها منذ سنوات مش منذ شهور لأن الحقيقة شهر العسل كان منتهي تقريبا بين فتح وحماس لفترة طويلة لاختلافات في الأيدلوجية واختلافات في طريقة مواجهة العدو الإسرائيلي طبعا حماس بتفضل سلاح المقاومة وتفضل بشكل أو بآخر يكون هناك اعتماد شبه كامل على التسلح وعلى تهريب الأسلحة إلى القطعات المحتلة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي بينما فتح تشجع حركة التفاوض ومحاولة الوصول إلى تسوية نهائية عن طريق موضات السلام فده طبعا اختلاف الطريق لكل فصيل على حدة هو ده اللي ولد الخلافات واستفاد منها العدو الإسرائيلي كانت مصر هي دائما حلقة الوصول ومحاولات مصر كانت مستمتة لتذويب هذه الخلافات أعتقد أن هنا ننطلق من جديد نحاول نعيد الأمور إلى نصابها الحقيقة لكن أول خوف أنها تكون مجرد محاولة للتهدئة وتهدئة هشة تحت أي ضغط وتحت أي خلافات جديدة تطرق على المشهد تؤدي إلى انهيارها فعشان كده الموضوع يتطلق يعني ترى أن هناك ربما تم التفاؤل حذر من محاولات البعض أو تحديدا حماس في اختراق فكرة المصالحة الوطنية بربضة تقديم مجموعة أو بعض من التناسلات يعني الواحد لا بد أن يكون حذرا الإسراف في التفاؤل يمكن أن يؤدي إلى نتائج مخيبة للأمال مع الأسف الشديد التجربة أثبتت أن حركتين حماس وففحي دائما يبدأون البداية الصحيحة لكنهم لا ينتهون إلى النهاية الصحيحة أو النهاية المرجوة لأن كل فصيل يبحث عن الطريق الذي هو شايف أنه يمكن يوصل له لهدفه بغض النظر عن التنسيق مع الفصيل الآخر وبغض النظر عن مصلحة الشعب الفلسطيني ربما الذي يدفع فطورة هذا الصراع وهذا الخلاف وهذا التباعد بين الفصائل الفلسطينية المختلفة حضرتك وصلتي للنقة الأهم الشعب الفلسطيني هو اللي يدفع الثمن والشعب الفلسطيني هو سواء ألاف بل ملايين الشهداء اللي يتسقطوا كل يوم في شلال الدم الموجودة على الأراضي المحتلة أو ألاف المعتقلين الذين يضلقون كل ألوان العذاب والهوال وعلى رأسهم الرمز مروان البرغوثي فقان الأوان أن القيادات السياسية سوا في الحركتين فتحة وحماسة أن هما يدركوا المسئولية أن هما يكونوا على درجة من الضمير الوطني ودرجة من الإراضة لتشكيل حكومة وحدة وطنية ومحاولة تسوية القضايا العلقة بين الجانبين ثم الانصراف إلى القضايا الأم لأن القضايا الفلسطينية يتم تصفياتها فعلا وصفقة القرن التي تم عقدها مؤخرا أكبر دليل على أن القضايا الفلسطينية تحتضر وتموت ولابد من إنقاذها بأي شكل كيف ترى الدور المصري في احتواء وفي رعاية وفي استعاب القضايا الفلسطينية وفي محاولة لملمة الشمل من جديد بين فتح وحماس والفصائل الفلسطينية توحيد الصف الفلسطيني من أجل أن يكون هناك صوت واحد وشرعية واحدة وجبهة واحدة تتحدث باسم الفلسطينيين في مجملهم وتناضل أيضا ضد العدوان الصهيوني كيف ترى الموقف المصري والجهود المصرية ونجاح مصري في إتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية في حين فشل الآخرون ربما أو حاولوا أن يستغلوا القضية الفلسطينية من أجل أن يسوقوا أنفسهم وليس من أجل صالح الشعب الفلسطيني فوقع الأمر السياسة المصرية بتسير في مصارين المصاري الأول مصار تفاوضي وسياسي بحث من خلال دعم مفاوضات السلام ومحاولة الضغط على القيادة الإسرائيلية أو الحكومة الإسرائيلية في الامتثال إلى قرارات أمم المتحدة ومجلس الأمن محاولة السيطرة على الاتساع والانتشار السرطاني في المستوطنات الإسرائيلية في الأرض المحتلة محاولة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمة هي المساندة الأولى لإسرائيل وللطموحات وللأطمع الإسرائيلية مع الأسف الشديد لالتهام المنطقة وليس الأرض المحتلة في الاسطنية فقط فمصر بتلعب دور الوسيط بتحاول بقدر الإمكان على مدار سعنوات طويلة إنها تكون وسيط محايد ونزيه ويحاول نحقق الأمن والاستقرار في الأراضي المحتلة والمصار الآخر مصار تخفيف معاناة قطاع غزة لأن قطاع غزة الحقيقة مع الأسف الشديد بقى قطاع مهدد دائما بالضمار والحرمان من كل النواحي الإنسانية سواء في عدم توفير المؤن والغذاء وأصبح هناك أيضا مسألة الأنفاق السيطرة على الأنفاق لعدم تهريب المسلحين أو بعض الخلايا التي قد تتورد في بعض العمليات المسلحة ضد العدو الإسرائيلي بما يهدد مستقبل عملية السلام فأعتقد أن مصر دائما وعية لدورها بأنها بيحاول بقدر الإمكان تكون رمانة ميزان بين الفلسطينيين والإسرائيليين لكن ما يعطل السياسة المصرية هو الخلافات التي دائما تظهر وتلوح دائما في الأفق بين الفلسطينيين وبعضهم البعض بين حركاتها يفرتها وحناس هو دوت اللي بيؤخر المصالحة وبيؤخر الدور والوساطة المصرية طيب تحدثت في كلماتك عن المعاناة ربما الحياتية أو المعاشية لأهلنا في قطاع غزة يعني كما نعلم جميعا أن الكهرباء على مدار اليوم منقطعة وأربع ساعات فقط هي مدة الكهرباء أو الإنارة في قطاع غزة هناك مشكلة وإشكالية كبيرة في تنقية وتحلية المياه للشرب الكثير والعديد من الأزمات الحياتية المختلفة اللي بيعاني منها أهلنا في قطاع غزة ربما أيضا هناك تقرير أخير صادر من قبل الأمم المتحدة بأن غزة بحلول 2020 ربما يكون هذا القطاع غير صالح للعيش أو السكن فيه بسبب التدمير شبه الكامل لألبنية التحتية ومقاومات الحياة يعني إلى أي مدى هدف المقابل يعني يضع مسؤولية كبيرة على الفصائل الفلسطينية في المقام الأول من أن تستيقظ من أي غفلة ربما تصاب بها من أجل إنقاذ الشعب في قطاع غزة تحديدا الذي يعاني الكثير والكثير من الأزمات هو كان من المفترض مع الفصائل الفلسطينية أنهم يستيقظوا منذ وقت طويل لأن القطاع الحقيقة في غرفة الإنعاش بقالوا أكثر من ست سبع سنوات وخصوصا بعد ما تولت حكومة حماس السيطرة على قطاع غزة وهو ده السبب اللي بيحاولوا من خلاله دلوقتي يناشدوا أن يكون هناك انتخابات تشفيع ورئاسية لعله وعسى أن ده يخفف شوية من وطأة المعاناة والأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع لكن أنا تصوري شخصي أن لابد أن يكون هناك اتفاق عربي موحد على دعم قطاع غزة غزة بيء المؤن والمواد الغزائية والإنسانية والبضائع محاولة تمويل هذا القطاع ومحاولة ضخ الأموال الخليجية بمساعدة مصرية في أن يقوم هذا القطاع على قدميه من جديد لا يتوقف على قديم التمويل هو مربط الفرص لأن بناء هذا القطاع وتخفيف معاناة الفلسطينيين هو دوة اللي ممكن يوفر الحصانة لأي مصالحة بين الجانبين لأن الفلسطينيين هم اللي بيعانوا وهم اللي بيدفعوا وبيسددوا الفاتورة زي ما حالك أشرت في بداية الحديث وهذا يقتضي أن يكون هناك إرادة وطنية من الحكومتين أو من الحركتين حركتين فاتح وحماس أن يكون هناك إصراع بالمصالحة وإصراع بتسوية هذه القضايا اللاجئين والمعابر وتخفيف المعاناة على الفلسطينيين ثم الالتفات إلى القضايا الفلسطينية أو محاولة الضغط الدولي على إسرائيل الفلسطين هم يعني الورقة الأولى اللي بود أنها تراهن عليها المصالح صحيح دون تخفيف معاناة الفلسطينيين والدخول في ماراثن المفاوضات الطويل الذي لا يسفر عن نتائج مثمرة أنا أعتقد أن ده حيجرد القضايا الفلسطينية وحيجرد الأطراف من قوتها فيما يتعلق بما ذكرت بإعادة إعمار غزة أو تقديم منح أو مساعدات مالية لإعادة الإعمار كان هناك يعني منذ سنوات قليلة مؤتمر إعادة الإعمار لقطاع غزة وتوعدت بالفعل عدد كبير جدا من الدول لتقديم المساعدات والمنح المختلفة ولكن بقيت الإشكالية في الانقسام الفلسطيني الفلسطيني أثرت خوف هذه الدول وبالتالي تم تجميد أو إيقاف أو عدم إيصال المساعدات إلى قطاع غزة إلى أي مدى الإنجاز السريع في ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية ما يكون بمثابة طوق نجال إنقاذ أهلين في قطاع غزة من الأزمات الحياتية اليومية التي لا تعد ولا تحصل أولا لابد أن نطوي صفحة الماضي ونتج إلى صفحة الحاضر لكي نبني المستقبل فبناء الحاضر يقتضي أن يكون هناك إصراع في انتخابات تشريعية ورئاسية في قطاع وإذا يكون نبدأ من أوله جديد نقطة من أول السطر ونحاول بقدر إمكان ترتيب وعادة ترتيب الأوراق مرة أخر ولا منع خالص على الإطلاق من أننا ندي الفرصة للشعب الفلسطيني أو مجموعة الشعب الفلسطيني أصبح برا عن مجموعة من الناس دلوقتي متفرقة وملأسة مشردة لابد أن هم يحسوا بالانتباء للأرض اللي هم يدفعوا عنه فبالتالي يكون هناك اختيار لحكومة جديدة ويكون هناك رضا من الحركتين فتح وحماس بإرادة الناخب الفلسطيني بعد هذه الخطوة يكون هناك امتثال لهذه الحكومة أي أن كان نوحها أو أي أن كان توجهها ويكون هناك تنصيق بينها لصالح القضايا الفلسطيني ثم الترتيب وإعادة التنصيق مع الدول المانحة لإعادة ضخ الأموال بقوة في شرائين قطاع غزة لبناء القطاع من جديد وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني هذه هي الخطوة المهمة الخطوة الأخيرة بعد يكون تنحية الخلافات جانبا ورفع المعاناة عن الفلسطينيين وحل مشكلة الموظفين في الحكومة الفلسطينية اللي ما يتقدوش رواتبهم من حد هذه اللحظة هنا بقى نبدأ نلتفت الأشياء سنعود لهذه الجزئية وإشكالية الموظفين في قطاع غزة وكيف يمكن التعامل مع هذه الإشكالية بحلول عملية على أرض الواقع معنا الآن مدخلة ومشاركة هاتفية من الأستاذ عبد المهزي مطوع المحل الأسياسي الفلسطيني سيد مطوع دكتور مطوع بعد التحية في أي سياق وفي أي إطار تضع بدء جلسات الحوار بين حركتي فتح وحماس في القاهرة وما هي الخطوات القادمة في رأيك؟ يعني في البداية الآن في الفعل بدأت دعونا نقول حوارات جدية من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا بداية كان لابد من ترسيق أساسيات لبدء عملية المصالحة وهذه الأساسيات ترسخ لموضوع هذا القتام من حل اللجنة الإدارية ثم تمكين حكومة الوفاق وليس زيارة أو وجود ولكن تمكين حكومة الوفاق بكل ما تعنيه الكلمة في جميع المجالات ابتداء من القضاء وانتهاء بالمعادر وما بينهما من الأمن وموضوع الموضفين تاجي القضايا الرئيسية في النهاية ستؤدي إلى حوار جدي وحقيقي وتوفيق ومحاولة الالتقاء في الرؤى السياسية بما يضمن أن يكون هناك برنامجا وهو برنامج منظمة التحرز المتفق عليه خصوصا أن حماس في أعلان وثيقتها السياسية في بداية هذا العام اقتربت بشكل كبير أو تكاد تكون بنفس الطريقة إلى برنامج منظمة التحرز إذن لا يوجد الآن حاليا أي خلاف بالمفهوم السياسي بما يتعلق من منظمة التحرز هذا أمر العمر الآخر هو التأسيس والاتفاق على آليات الانتخابات بما تجدد الشرعيات بما يتعلق بالسنطة والرئاسة والمجلس التشريعي وأيضا المجلس الوطني الذي سيتيح للشعب الفلسطيني أن يحدد خياراته فيما يتعلق بنتائج الانتخابات حتى يكون هذا واضحا للجميع في الانتخابات السابقة عندما فازت حماس قام الرئيس أبو ماذن والحكومة سابقة بتسليم الحكم لحماس لكن عقلية الإخوان التي كانت موجودة وعقلية الإخطاء لم تتقبل وجود شراكة وممارسة الديمقراطية وهذا في النهاية أدى للجميع دكتور عبد المهدي إلى أي مدى ترى أنه بإتمام وتفعيل المصالحة الوطنية الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس هذا في المقابل سيقوي من موقف المفاوض الفلسطيني في عملية السلام مع الجانب الإسرائيلي وأمام المجتمع الدولي سيساهم بشكل أو بآخر في إذابة الجليد وإذابة الجمود الذي أصاب العملية السياسية لانقسام دام أحد عشر عاما يعني قد في هناك مبرر رئيسي تتحدث به حكومة اليمين المختلف لإسرائيل أن الفلسطينيين غير موحدين بالتالي لا يمكن الحديث عن عملية السلام ولكن أنا متأكد أيضا أنه بعد الوحدة سيكون لها مبررات أخرى إسرائيل لكن لا تعنينا يجب أن نزيل هذا المبرر من أمام العالم وأن يكون هناك وحدة فلسطينية على الأرض ووحدة فلسطينية في القرار ووحدة فلسطينية في التوجه نحو الدولة الفلسطينية خصوصا أننا قطعنا شوطا كبيرا في المؤسسات الدولية بما يؤسس دولة فلسطينية المستقلة تحتاج الآن إلى وحدة حقيقية على الأرض من أجل أن يكون الدعم واضحا من الحلفاء والأصدقاء وداعم الدولة الفلسطينية هذه الحكومة اليمينية لا يمكن مواجهة برامجها الهادفة إلى إطفاء وإنغاء حل الدولتين وإنغاء وضع العرقين أمام قيام دولة فلسطينية المستقلة إلا بالوحدة ومواجهتها ببرامج واضحة وتجلب التأييد من كل دول العالم نعم أشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني شكرا جزيل لك على هذه النظرة التحليلية نعود من جديد أستاذ شريف لملف أو إشكالية موظفي حكومة حماس بقطع غزة طبعا تم تعيين عدد كبير جدا من الموظفين منذ عام 2007 ومنذ السيطرة الحمسوية على قطع غزة أيضا إشكالية المؤسسات الإدارية والهيئات الإدارية المختلفة الحمسوية من الموضوعات أو الملفات العالقة بين حرقته فتح وحماس كيف ترى هذه الإشكالية وإمكانية التعاطي والتعامل معها وهل من حلول أو من آليات ملموسة على أرض الواقع لتعامل مع إشكالية موظفي قطع غزة أنا في البداية يعني في الأساس المشكلة والمعضلة الفلسطينية اللي يمكن وصفها بهذا الوصف الدقيق أنا معترض على فكرة التقسيم نفسه إلى قطع غزة والضفة أنا معترض أن يكون في حكومة لغزة وحكومة للضفة وحكومة الحركة فتح وحكومة الحركة حماس ما هو ده اللي بيولد الانقسام وهو ده اللي بيفرز عملية التصدع اللي بتعاني منها الحركات والفصال الفلسطينية وكل ده بيسحب من رصيد القضية الأمة لكن لو كان فيه اتفاق على أن يكون هناك حكومة وحدة وطنية واحدة ويكون هناك استعاب للموظفين التابعين لحماس والموظفين التابعين لفتح تحت راية واحدة هو ده اللي حيوفر الوحدة وحيوفر الاستقرار وحيقضي على رواصب الماضي نحن الآن القضية الفلسطينية أسيرة ليس للاحتلال الإسرائيلي فقط أسيرة لرواصب الماضي وميراث من الخلافات بين الفصائل الفلسطينية المتنحرة لابد أن يكون هناك سيطرة على هذه النقطة رفض تام لفكرة ما حدث أن شعب الفلسطيني انقسم على ذاته لأن فقد الأمل وفقد الثقة في أنه ممكن يحصل على حقوقه بالتفاوض فابتدى يلجأ إلى سلاح المقاومة من هم الكافيليون بامتلاك سلاح المقاومة ومن يروج لها حركات وقيادات حماس سواء في قطر سواء في الدول الأخرى سواء من خلال بعض التنظيمات الموالية لحماس زي على الأسلاء جماعة الإخوان فمش هو ده مربط الفلس أن كي إزاي نحل مشكلة أو يبقى فيه آلية لإستعاب موظفين حماس لا لابد أن تنتهي هذه المهزلة من وجهة نظرية أن يكون هناك حكومة في قطاع وحكومة في القطاع الأخر المستغل لهذا الانقسام هو العدو الإسرائيلي لأنه بيراهن على ميل حركة فتح للمفاوضات ولعبة السلام الوهمية مع الأسف الشديد وبيستغل ده أنه يوصم ويحاول أنه يوصم المقاومة بأي شكل لأنها إرهابية وتمارس الإرهاب وبالتالي في حين الإرهاب الحقيقة هو الإرهاب الإسرائيلي فأنا أتصور أن الحل الناجع لهذه الأزمة هو أن يكون هناك إسرائب حكومة الوحدة الوطنية وتستوعب كل الأطياف تستوعب كل الموظفين طالما يتحلون بالكفاءة والضمير الوطني والقدرة على العطاء وعلى خدمة القضايا الفلسطينية هنا سيكون هنا نقطة الانطلاق من غيرها سدقيني حضرتك الموضوع كله سيبقى زي التحرك دائما في رمال متحركة وحنغوص أكتر وحنغرق أكتر وبالتالي لابد أن يكون هناك إسراع بإجراء الانتخابات التشفيعية وبالاستقرار النهائي على حكومة واحدة هي التي تحمل على عطقها كل القضايا وكل التحديات الخاصة بالقضايا الفلسطينية هذا هو مربط الفرس من هنا سنقدر نقطع الطريق على أي مشكلة في التمويل على أي مشكلة في توفير الرواتب وتوفير الأجور لكل الموظفين لأن دي قنابل موقوطة بجانب قضية اللاجئين على الحدود لابد أن يكون هناك سيطرة عليها والإسراع في نزع فتلها ده لن يتحقق إلا بالضرورة التنصيق السريع بين فتح وحماس وأن يخرج الحوار الوطني أو حوار القاهرة تحديدا بقرارات قرارات عاجلة هذه القرارات يتصدرها بمجهة نظري الإسراع في الانتخابات والاستقرار على الحكومة واحدة سواء القطاعية غزة أو الضفة طيب إحنا كمان معنا الآن مداخلة ومشاركة هاتفية من دكتور منصور عبدالوهاب المتخصص في الشؤون الإسرائيلية ولكن لحين أن يجهز معنا الاتصال الهاتفي أستاذ شريف تحدثت عن ملف الانتخابات الانتخابات في كل الأحوال حق دستوري لكل مواطن فلسطيني لا يجب مصادرة هذا الحق الأصيل له أهمية ترصيخ الفكرة الديمقراطية ومن يختاره الشعب الفلسطيني فليتفضل إمساك زمام الأمور والمسؤولية في فلسطين والتأكيد على أهمية إجراء الانتخابات تابعنا انتخابات 96 والانتخابات 2006 ومن بعدها تم تجميد أي فكرة ديمقراطية يتم ترصيخها في العمل السياسي الفلسطيني كيف ترى هذه الجزئية وتأكيد على أن الانتخابات في كل الأحوال يكون وفقا لمرضعية أوسلو في المقام الأول أي انتخابات في أي مكان في العالم مش بس في بعض الدول المشتعلة زي فلسطين وسوريا ومنهم على شكلتنا بتعتمد في القانون الأول على مطالب الناخب السؤال اللي يجب أن نجيب عنه ما هي مطالب الناخب الفلسطيني وهي مطالب بسيطة جدا مقارنة بأي ناخب في العالم الأمن صحيح الحياة الكريمة عدم التهديد المأوى كل دي حاجات إن وفرتها أي حكومة أو أي مرشح أي مرشح فلسطيني يكون هناك لابد أن ينال الثقة ويصبح هو في موقع المسؤولية حماس قادر على توفير ذلك وفتح قادر على توفير ذلك وبالتالي الكرة تلترك في ملعب ناخب الفلسطيني بدون أي ضغوط أو بدون أي تلاعب الأصوات أو أي نوع من أنواع الضغوط على الناخب الفلسطيني يضع مصلحته في النقام الأول فعشان كده المسألة برهن بإنك أنت تحدد معاد لهذا الإجراء الانتخابي السريع معاد انتخابات ويبدأ هناك لجوء إلى صناديق الإقتراع وتمارس عمالات ديمقراطية لكي يشعر العالم كله أن فلسطين بصدد تكوين دولتها المستقلة صحيح وده من شأنه أنه هو يقدر يحرج العدو الإسفائيلي هذا خطوة الأولى الخطوة الثانية لابد أن تكون محددة بأن كل فصيل يعلم برامجه البرامج اللي هي من شأنها ينحي خالص مسألة القضايا الفلسطينية الآن وكابتلع الأراضي المحتلة لأن دي قضية يعني تتأجل لحين تخفيف معاناة الفلسطينيين صحيح ماذا يمكن أن أقدمه للناخب الفلسطيني من فرص عيش كريم من توفير فرص الحياة أو التخفيف المعاناة أو أن يكبه هو فرص التعليم أو فرص أي حاجة توفره أو توفره الإحساس بالأمان أنه يعيش في دولة ولا يعيش على الحدود مشرد كما هو الوضع الآن صحيح والخطوة الثالثة نتائج الانتخابات لابد أن تتم بشفافية وتحت رقابة دولية وبوسطة مصرية لضمان نزهتها النتائج تحترم في النهاية أيا كان الاختيار لو تم الاختيار وكانت الكحكة من نصيب حماس يحترم ذلك على أن تلتزم حماس بمصاري التهدئة ومصاري يخدم القضايا الفلسطينية صحيح إن كانت النتائج من نصيب فتح إذن يكون هناك تنصيق بين الجانبين إن كل يلعب من أجل القضايا الفلسطينية عشان نضمن نزهت القضايا الفلسطينية يعني نزهت الانتخابات ده حيتوقف على مسألة مهمة جدا كيفية إجراء وقاليات الإجراء هل ستتم في غزة ولا الضفة ولا تتم في أرض محايدة ضمانا لعدم وقوع مشاكل الجيات المشرفة أيضا على مسألة وعندما يكون هناك تدخل من الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجماعة الدول العربية والرعاية المصرية لأن الرعاية المصرية هي أصدق رعاية للقضايا الفلسطينية ثم بعد النتائج لابد أن يكون إصراع بالدول المانحة أنها تبدأ تنصق مع أجهزة الدولة الفلسطينية اللي حيتم تشكلها إزاي نقدر إيه نوفر لكم المال ونوفر لكم التمويل اللازم لبناء قطاع غزة وإعادة الإعمار من جديد وبعد ذلك يتم التفرغ الكامل للعدو الإسرائيلي وكيفية حماية الأراضي من أبراثن الاحتلال فيما يتعلق بملف أو بقضية المعابر حقيقة كان دايما يتم اختزال القضية الفلسطينية فقط في معبر رفح مع العلم أن هناك معابر أخرى ست معابر تفصيل الأراضي الفلسطينية عن دولة الاحتلال الصيوني كيف ترى التعامل الأمثل والمناسب والمفترض أن يكون ما بين حرقتين فتح وحماس في التعامل مع أزمة أو قضية أو إشكالية المعابر أولا الأمانة بين الطرفين أن كل طرف يلتزم بالقواعد ويلتزم بالاتفاق بينهم على أن ألا يكون هناك اختراق للمعابر أو تتحول إلى حصان ترواضة لتقديم الأسلحة وتهريب المسلحين اللي ممكن يهددوا الأراضي المحتلة أو يمكن يهددوا أمن الفلسطينيين دي نقطة النقطة التانية اللي ممكن تبقى يعني نقدر نلتقى النجاة للفلسطينيين هو أن يكون هناك في المعابر رقابة دولية أن يكون هناك فرقة طوارئ موجودة تبقى تحت رقابة الأمم المتحدة أو تحت وصاية المنظمات الدولية علشان تكون مسؤولة علشان نشركها في المسؤولية لحماية المعابر من محاولات الاختراق وده طبعا نجح فيه القوات المسالحة المصيحة بدرجة كبيرة في الأونة الأخيرة أنها قدرت تساطر على الأنفاق اللي كانت وسيلة لتهريب صحيح يعني تهريب كل أنواع التهريب بما يسيء القضايا الفلسطينية ويجردها من نبلها مع الأسف الشديد فإلا أنا أتصوره أن أنت في الفترة المقبلة مطالب من الفلسطينيين أن يكون هناك رقابة دولية ورقابة من الفلسطينيين نفسهم ورقابة وطنية على المنافذ والإسرع كمان داخل هذه المنافذ بتوفير المؤن والبضائع وتسر الحصار الاقتصادي اللي هو فعلا يقضي على شعب الفلسطيني يوما بعد أيوان حقيقة معنا الآن مدخلة ومشاركة هاتفية من دكتور منصور عبد الوهاب المتخصص في أشؤون الإسرائيلية دكتور عبد الوهاب بعد التحية كيف تابعت النجاح المصري في إتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس وأيضا ردود الأفعال الإسرائيلية إذا هذه المصالحة نعلم أن فكرة تمزيق أو تفتيت الجسد الفلسطيني بشكل عام قبل إسرائيل هو هدف رئيسي جدا أن يكون هناك انقسام حقيقي بين الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل إجهاض الحلم الفلسطيني في أن تكون لهم دولة مستقلة كيف تابعت الجهود المصرية وردود الأفعال الإسرائيلية ودولية أيضا بداية تحياتي لحضرتك وصدفك كريم والأستاذ المشاهدين أعتقد أن الجهود المصرية تفهم على أساس أن الفلسطينية تمثل بالنسبة لمصر نقطة أمن قومي مهمة جدا ومن ناحية أخرى مصر ليست واصيط بين طرفين أو صلافة أطراف لكنها شريك نازيه يسعى لفالح الشعب الفلسطيني ويسعى إلى جعل الشعب الفلسطيني في قيادته يواجه الصلف والتعنط الإسرائيلي الذي يتمثل في الانتهاكات من ناحية ويتمثل في الحصار الشعب الفلسطيني من ناحية أساس الجهود المصرية جهود حسيثة وأنا أعتقد أنه أستاذ المشاهدين والشعب ما بيشوفش إيه اللي بيحصل على مائدة المفاوضات وأعتقد أنه حل المسألة بين فتح وحماس في تفاصيل دقيقة كثيرة جدا محتاجة جهد كبير لكن هذا الجهد يسهل شوية وجود مية سياسية صادقة من قبل فتح أو حماس للوصول إلى توافق وتفاهم حول الملفات الشائكة وأولها ملف استلاح الموجود في الشارع الفلسطيني في غزة ملف الإداري ملف الاقتصادي ملف الانتخابات وما إلى ذلك كل هذا مطروح على مئة المصادات وأنا أعتقد أنه نصر بتبزل واليوم الجولة الأولى بين فتح وحماس وأعتقد بعد 20 يوم سيكون هناك جولة أخرى مع جميع الفصائل الفلسطينية إن لا ننسى إن إذا كانت حماسي أكبر فصيل فلسطيني موجود في غزة هناك فصائل فلسطينية أخرى ممكن أن تعكر صفه ما يحبس الآن أو أي اتفاقات ممكن التواصل إليها الحكمة بتقول أنه بعد ما نخلص ملفاته حماس ونصل إلى تفاهمات بخصوص الملفات كلها يبدأ أو على الأن الملفات الحرجة التي يجب أن النصر توري لها نسل حال دكتور عبدالرها فيما يتعلق الملفات الحرجة أو الملفات الخطيرة في ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية نعلم أن القوى العسكرية أو ربما الأجهزة الاستخباراتية التابعة أو المساندة أو الدعمة لحماس يعني من الإشكاليات الأبرز أو الأهمة في ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية من واقع مشاهداتك وتحليلك للأجواء العامة للمصالحة الوطنية الفلسطينية هل ترى أن هناك يعني ثمت يعني تفاعل ربما للخروج من هذه الإشكالية وتنظيم الصفوف فيما يتعلق بالقوى العسكرية والميليشيات المسلحة التابعة لحرقة حماس أنا عزيزي الحاجة اللي هو أنه هي سلاح المقاومة والحاجة الثانية السلاح الموجود مع الأفراد في داخل الشرع الفلسطيني وأعتقد أنه من ناحية طبيعية أنه يكون فيه حكومة فلسطينية حكومة وفاق يجب أن تكون هي الوحيدة المسيطرة على استخدام سلاح في الشرع الفلسطيني يعني السلاح مقاومة عمر تاني ممكن يكون مقشي هنا أو هناك هو ده اللي نحن بنتكلم فيه أنه إختام السلاح في الشرع الفلسطيني ممنوع إلا بيد القوى الفعلية الموجودة على عرض الوقت وهي الحكومة الفلسطينية أنا أعتقد أنه حماس بعد التغيرات الإقليمية وبعد ما شهدته المنطقة بعد الوساطة المصرية القوية والشراكة المصرية أعتقد أن ممكن الوصول إلى تفاهمات بشأن هذا طبعا أنه فيه بعض العناصر داخل حماس بترفع ذكر تسليم السلاح لكن أعتقد ممكن أن نوصل أنا متشخصية التدخل المصري في هذا الأمر والرقابة المصرية على التنفيذ أمر مهم ممكن نصل إلى حل إن شاء الله في القريب العالم أشكرك جزيلا شكرا دكتور منصور عبدالرهاب الخبيرة في أشؤون الإسرائيلية شكرا جزيلا لك على هذه النظرة التحليلية أستاذ شريف يعني ونحن نشهد جلسات الحوار بين فتح وحماس برعاية مصر هذه البلسات بتتزامل مع مرور مئة عام على وعد بلفور المشؤوم مئة عام على الخطيئة مئة عام على وعد من لا يملك يعني لمن لا يستحق وعد بريطانيا بإنشاء وطن قومي يهودي في فلسطين كيف ترى هذا الوعد وإلى أي مدى المصالح الحقيقية بين فتح وحماس سلاح من ضمن عدة أسلحة يعني يمكن أن نواجه به هذه الخطيئة الكبرى التي ارتكبتها بريطانيا والتي ربما تصر عليها وترفض للاكتظار عن وعد بلفور حتى الآن الحقيقة يعني مواجهة الخطيئة تتم بأن نحن نستحض الروح بلفور مرة أخرى بس بلفور بقى من وح من الخير الفلسطيني بمعنى بمعنى دلوقتي زي ما أشار الدكتور منصور النقطة مهمة جدا الخلاف ليس في الثوابت بين حركتين فتح وحماس لأن هم في الأول في الآخر تسلي في أكسادهم وعرقهم الدماء الفلسطيني الحريصة على الدم الفلسطيني لكن وفقا للمثل الإنجليزي بمعنى كلمنا عن بلفور الشيطان بيكمن في التفاصيل وهذا هو يعني يعني هذا موطن الداء في الأزمة الفلسطينية أن الشيطان هناك تفاصيل دقيقة أشار لها الدكتور منصور بين حركتين فتح وحماس هو ده هي دي اللي بتفسد أي نية للخلاف لأن كل واحد بيحاول بقدر الإمكان يخرج بأكبر مكاسب على حساب القضايا نفسها أنت لابد أن تتخلى عن ده إذا كنا نحن عايزين نواجه الخطيئة الكبرى اللي وقعت من مئة عام لابد أن نحن نتخلص من الخطيئة الأساسية وهي الخطيئة اللي داخل داخلنا نفسنا الخطيئة اللي داخل العرب مع الأسف الشديد والفلسطينية نتامل العرب فالخطيئة اللي احنا بنقع فيها أن نحن بندي العدو فرصة أنه يلتهمنا وإحنا مبتسمين التخازل العربي في التعامل مع القضايا والملفات سواء كتير الفلسطينية أو العربية في مغماليا زي ما أحليك أشارت التخازل رفض التنازل عن الأطماع أو الحسابات الشخصية رفض التفكير خارج السندوق أنك تفكر بشكل مؤكد لماذا لمصر استطعت أن تسترد أرض سيناء بدون نقطة الدم وحدة بعد حرب أكتوبر ونحن نحتفل باحتفلات أكتوبر لأن هناك كان تفكير من أحد رجال الدولة اللي حكموا مصر في ملأي من الرئيس راحل عنه للسندوق أنه كان فيه تفكير خارج السندوق وفيه فرصة لإحراج العدو الإسرائيلي وأنك بتفكر بشكل مألوف وكنت تصنف على أنك الخائن الأعظم دلوقتي بقى الفلسطينيين يسيروا في نفس الطريق طريق المفاوضات وطريق التهدئة فأنت دلوقتي مطالب أنت كحركتين فتح وحماس التخلي عن التفاصيل الدقيقة في أي اتفاق بينكم بعض بل بالعكس يكون هناك اتفاق على أن هذه التفاصيل يتم يعني تغليب المصلحة العامة وحكومة وفاق وطني وحكومة وفاق وطنية والمصلحة الشخصية أو الذاتية مشكورك جزيل شكرا لأستاذ شريف سمير مساعد رئيس سحر الأهرام شرفتنا ونأورتنا إفعادة ما أشكرت على تلبيت شكرا شكرا وشكرا وشكرا موصول لكم أيضا المشاهدين الكرام من هذه الحلقة من المشهد تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء نزيد